في خضم تحضير القوات الأوكرانية المستمر لهجوم مضاد على مواقع القوات الروسية نفذت الأخيرة هجوما جويا على العاصمة كييف في وقت ينتظر فيه وصول موفد من الصين إلى كييف في أول خطوة لإيجاد تسوية للنزاع المتواصل منذ أكثر من عام الهجوم الجوي الروسي هو ثامن هجوم جوي خلال الشهر الجاري باستخدام الطائرات المسيرة وصواريخ كروز وصواريخ باليستية وبحسب وزارة الدفاع الروسية استهدفت الضربات نقاط انتشار للقوات الأوكرانية وذخيرة غربية ومخازن أسلحة كما أكدت تدمير منظومة باتريوت أمريكية مضادة للطائرات في كييف واعترضت سبعة صواريخ من طراز ستورم شادو البريطانية على الجانب الآخر أكد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزينيكوف أن قواته أسقطت ستة صواريخ روسية فرط صوتية من طراز كينجال في آخر هجوم استهدف كييف ووصفت كييف الهجمة الروسية بالاستثنائية في كثافتها مؤكدة أنها تلقت أقصى عدد من الصواريخ الهجومية في أقصر مدة زمنية سياسيا يبدأ لهوي الممثل الصيني الخاص للشؤون الأوراسية المكلف بمناقشة تسوية النزاع في أوكرانيا زيارة إلى العاصمة كييف وهي الأولى من نوعها لأرفع دبلوماسي صيني منذ بدء الحرب وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن السلطات الصينية أكدت أن المبعوث الصيني سيبحث تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية كما سيزور المبعوث روسيا وعددا من دول الاتحاد الأوروبي وبموازات هذا التطور أعلنت جنوب أفريقيا أن كل من روسيا وأوكرانيا وافقتا على استقبال بعثة أفريقية لبحث خطة سلام محتملة لحل الصراع بين الطرفين ورغم التحرك السياسي باتجاه إيجاد صيغة سلام دائم في أوكرانيا إلا أن الهجوم الأوكراني المضاد على باخموت يبدو أنه بات قريبا خاصة بعد نشر صحيفة واشنطن بوست وثيقة سرية تتحدث عن أن زيلينيسكي عقد اجتماعات مع قادة أوكرانيين لبحث تنفيذ عمليات نوعية خلف خطوط القوات الروسية إضافة إلى إمكانية استخدام صواريخ بعيدة المدى لقصف العمق الروسي ترجمة نانسي قنقر